السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارة ان شاء الله هنتكلم على تحديات تطبيق نمزجة معنومات البناء المشروع. نمزجة معنومات البناء اللي هي البم. ان انا بعمل شكل للبنة في كل المعملات اللي انا عايزها. امثلا المخرجات اللي بتخرج من نمزجة معنومات البناء. النموذج سلاسة الابعاد خالي من التعرضات. المساقط والمقاطع والوكهات. الحصر تركان عناصر. تحليل انشاية. تحليل المناخ. تحليل الحراري كل حاجة. اه تقدير تكلفة. ربط المبنى بالجدولة الزمنية. الدراسة باي المبنى. تقييم مخططات الهاد مو مرحل. دي امثلة على الحاجات اللي ممكن ناخدها من البم. التحديات العملية لمزجة معنومات المشروع. نقوم التغيير. الناس صعبة نتحول من كاد للبم زي ما كان صعب يتحوله من الورق للكاد. فلازم نحلق العاملين ونبدأ نعتمد في الاول على الناس اللي هي متحمسة وعندها استعداد. واحدة واحدة الناس هتبدأ تشوف الفرق وتبدأ تتحول. اه ان الناس مش عارفة اه نمزجة معنومات البناء. اعمل متابعة لبم سواء في الموقع او في الفيسبوك او اليوتيوب. ان شاء الله تعرف كل المعنومات اللي انت ممكن تحتاجها عن نمزجة معنومات البناء. انه ما فيش خبرات كافية شغالة بم كويس. فاحنا في بم اربية بنعمل دعم وصبورت الموضوع دوت. على اساس يبقى عندنا خبرة عربية تقدر تشغل بالبن. بمشكلة ان التكلفة الاولية البرامج وتحديث الاجهزة بتبقى كبيرة. فلو انت دارس كويس اللي انت محتاجه هتقدر توفر كتير. يعني مسلا مع سبيل المسال مسلا عايز تشغل اه بس اه الاجهزة بطيئة والحاجات دي كلها. فالرفت مسلا ما بيش بيحتاج كرتششة عالية. يعني الماكس بيحتاج كرتششة جبارة. الرفت لا فممكن توفر ويجيب كرتششة عادي مسلا. ده لسبيل المثال. يعني لو انت عارف ايه بالزبط السوفت وير اللي بحتاجه هتقدر تجيب امكانيات الجهاز المناسبة لك. تمام? اه تطبيق الخطأ اعطى فكرة سائعة عنه. تمام? فاحنا بنحاول اه ننشر المشاريع اللي تعمل فيها بيم كويس. اه الحمد لله هتشغل في مشاريع كترة كويسة. فبيبدأ نقول ازاي نطبق صح وندي صورة كويسة عن تطبيق البيم. في مشاكل قانونية غير واضحة مثل امريكية النموذج. فاحنا عاملين متابعة لاهم القوانين زي الفيديك زي. في كزا قوانين بتطلع في اوروبا فبنتبه حان ترجمها. عن اساس يبقى في وضوح لمسلا مشاكل زي امريكية النموذج. في غياب دعم الحكومي من نظم الادارية الملزمة باستخدام التقنية. فلان في دفع للبيم من اعلى من حكومة وفيه من اسفل زي الموردين. هو او فيه من جنب يعني شركة منافسة ليك تطبقت فانت يعني عايزت كده هم كده العزانة من يومي. فبتروح جايب البيم مخصوص عساس ايه تبقى زي ايه اك زي هون. تمام? فواحدة واحدة ان شاء الله يبدأ ايه الموضوع الطبق والموضوع بدأ في دبي وان شاء الله بيت الدول العربية تخليه اكباري وهنتكلم في ليه اكباري وامريكا مسلا مش اكباري. هي الفكرة كلها ان امريكا بتدك الدوافع بيتقول لك ايه طب لو طباط وهتاخد مسلا اعفى من ضريبة للمنزل سنتين ثلاثة. ففيه اه جذب فيه بيديك اه بش الزامي. اه بريطانيا مسلا كان الزامي. ما عندهاش ما بتدكش حاجة بقول لزامي. بش تاخد مشروع من الحكومة غير لو انت استخدمت البن. تعام? فاحنا في البلد العربية بالطبع الحكومة مش تشديك حاجة. فالافضل انها تخليه الزامي على اساس نستخدمه ونقدر نوفر اه امكانيات ونقدر نوفر فلوس كتيرة للاجئة اللي القادمة. مفيش كودات. احنا شغلين في بيم عربية على الاكواد. بس الحد عايز شغل على ايه كود. انا انصح بيه البريطاني والسنافوري. اه فيه قوة عاملة موجودة وشغالة بقى لسنين بس محترمة جدا. بس اه صعب انها تبدأ تعلم البيم. الناس دي هي اللي هتشرف على الموضوع وهي اللي هتبع عندها امكانية ونستفدن بخبرتها وهي تقدر ترجع على الشغل وتقدر تعملنا الحكاة كثيرة جدا كواسة جدا. تمام? دي اهم التحديات وان شاء الله نقدر نكون عندها.